أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين دعم ومساندة الرؤى والمواقف المشتركة التي تتخذها البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية إزاء القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش في أعمال الجمعية العامة الخامسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي ونوهت الشعبة بالمستويات العالية من التنسيق والعمل البرلماني العربي المشترك وما تقوم بها من البرلمانات من جهود إيجابية لتعزيز الإزدهار والتنمية للدول والشعوب العربية جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة سيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي والذي عقد اليوم في مدينة كيغالي بجمهورية رواندا بمشاركة أصحاب السعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى والنائب محمد عيسى العباسي عضو مجلس النواب وسيدها لرمزي فايز عضو مجلس الشورى وحضور معالي السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ولفتت الشعب البرلمانية إلى أن البرلمانات العربية تؤدي أدوارا مهمة في إبراز مجالات التطور والتقدم التي تحققها الدول العربية مشيدة بمسارة الحوار والتشاور المتقدمة التي تشهدها الاجتماعات البرلمانية العربية